اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي حمى واصدوع ووجع في الجسم واعياء شديد وتورم في الغدد اللينفاوية والتورم دوت هلو بميز جدر القرور عن الجدر العادي والجدر المائي المرحلة التانية هي الطفح الجلدي ومدتها بتكون ثلاث ايام ودي بعد ظهور الحمى فبيظهر الطفح الجلدي على الظهر والوش والدرعين وكل اجزاء الجسم تقريبا وبيكون لون الطفح دوت احمر وبيتحول الى بصور باللون الاصفر وكل الاعراض دي بتختفي بعد مرور اسبوعين او اربع اسابيع في العادي واعراضه ممكن تعمل التهاب رئوي والتهاب في الجهاز العصبي والتهابات في العين وجدر القرور اقل خطورة بكتير من مرض الجدر العادي ومعدل الوفيات منه حوالي 11% ودي نسبة قليلة جدا ولكن معظمها بتكون من الاطفال والنسبة دي قلت لستة في المية في اخر الاحصائيات وجدر القرور هو مرض فيروسي من عائلة الجدر اللي كلنا اتعامنا منه واحنا صغيرين وتم اكتشافه لأول مرة في 1958 في الدري مارك وده لما كانوا بيعملوا دراس على الامراض المعدية بين الارود ولحظوا اعراض مرضية عليهم لمرض معين سموه وقتها جدر الارود وفي 1970 رصدوا اول حالة مرضية من البشر اتنقل لها المرض وكانت لطفل عمره 9 شهور في جمهورية الكنغو وما تعرفش على وجه تحديد الطفل ده جالوا المرض منين وفي سنة 1980 اعلنت من نظامة الصحة العالمية القضاء على المرض ده نهائيا بعد ما وزعت التطعيمات اللازمة لي لكل دول العالم والطعم المصابين ولكن بدأ انتشر تاني من جديد في وسط وغرب افريقيا وكانت معظم الحالات في جمهورية الكنغو وناجيريا وفي صعوبة كبيرة ان نقدر نحصر عدد حالات المرض بالزبط بس اللي تسجل على سبيل المثال في ناجيريا في 2017 كان 500 حالة مشتبه فيها انها عندها مرض وتأكد منهم 200 حالة وكان معدل وفياتهم 3% وفي 2018 ظهر عدد اكبر من حالات الاصابة بجدر الارود خارج افريقيا اما في 2022 انتشر متحول جديد منه بشكل كبير في اوروبا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واعلنت 110 دولة وجود 87000 حالة مرضية به وموت 112 منهم يعني اصبح فاشية عالمية واعلنت وقتها منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ وكان اكتر المصابين به هم المثليين وكمان انتشر بشكل اوسع في وسط وشرق وغرب افريقيا وبكده نقدر نقول ان جدر الارود اقل في الخطورة كتير من فيروس الكورونا اللي كان انتقاله اسرع بكتير واختر ولكن لحد امتى ربنا يسطر وكل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى بس الغليم ان امراض بتيجي اصلا للحيوان فجأة تتحور وتبقى بتصيب الانسان كمان وبكده خلصت حلقة النهاردة لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته